بلا السلع وتعاملات الذهب أيضاً اليوم الذي يبقى في استقرار واضح أنه الذهب مازال في المرحلة لجني الأرباح لم يتعمق جني الأرباح بشكل كبير على مدار الجلسات الماضية ودائماً أنه أسعار الذهب فعلاً ارتفعت بشكل قياسي وأسعار الذهب بفعل العوامل الجيوسياسية بالإضافة إلى اتجاه خفض الفائدة طبعاً والخفض بخمسين نقطة أساس فيها الاجتماع السابق وصلت إلى حدود 2700 دولار والسؤال هو إذا كانت الأسعار قادرة على مواصلة بشكل أبعد من ذلك أو أنه كل هذه العوامل تم تسعيرها في ظل أيضاً أنه هناك قوة موجودة مازالت في سوق العمل وأنه هذا يعني يكبل الفدرالي في خفض الفائدة بوتيرة أعلى أم هل سيكون للتوترات الجيوسياسية دور في الحفاظ على الذهب حول مستوياته الحالية أو حتى دعمه إلى ارتفاعات أكبر الكثير من الأسئلة لكن ذهب دائماً يستطيع في المرحلة الماضية كان يستطيع الحفاظ على مستوياته ولا يتعرض لتصحيحات كبيرة دعونا نتابع إذا كان ذلك سيتغير الآن من لندن نرحب بكريس واتلينغ رئيس التنفيذي وكبير استراتيجي الأسواق المؤسس للونج فيو أهلاً ومرحباً بكريس بعد كل هذه الارتفاعات على أسعار الذهب لعوامل عدة هل يمكن أن نقول أنه الآن وقت مناسب لجني الأرباح على الذهب أو أنه قد يتعرض إلى موجة جني الأرباح أكثر عمقاً من العمليات السابقة أم سيحافظ على مكاسبي؟ مرحباً محمد شكراً على الاستضافة أعتقد أنه فيما يتعلق بالذهب نرى هذا الرالي الجيد جداً منذ سنتين تقريباً بدءاً من أكتوبر 2022 عندما كانت أسواق الأسهم في حالة ضعيفة في البداية واستمر هذا الموضوع ولكن المحفز الأساسي هو أننا سعرنا عمليات الخفض لأسعار الفائدة في المستقبل بدأ الآن الخفض أسعار الفائدة ولكن هناك عوامل أخرى إذا ما نظرنا في الفاتفونت تيوتشر منذ بضعة أسابيع كانت التوقعات تصل إلى مستويات منخفضة جداً من الفائدة بحلول عام 2025 وكل ذلك بالفعل يدفع باتجاه الذهب صعوداً لذلك السؤال الأساسي والجوهري هو هل سيكون هناك صوفت لاندينغ هبوط سلس في الولايات المتحدة الأمريكية لأن هذا يؤثر فعلاً على أسعار الذهب أو إن الاقتصاد سوف يدخل في حالة ركود نحن شخصياً نتوقع صوفت لاندينغ بطبيعة الحال وكما قلت هذا الموضوع يجري منذ سنتين لذلك حصل تشبع في شراء الذهب وبالفعل الصورة كانت على ارتفاعات بدأ الأمر يتغير قليلاً ولكن بشكل طفيف جداً لذلك من المبكر قليلاً أن نتوقع ولكن فيما بدأنا بالتخلص من بعض تسعير الخفض قد يبدأ الذهب بالانخفاض قليلاً طيب هل اليوم ستستغل هذه التراجعات برأيك في الاحتفاظ أو التمركز فيه بشكل أكبر في ظل أن هناك الكثير من الأمور التي تبعث على عدم اليقين سواء التوترات الجيوسياسية عدم اليقين بشأن الشكل ما سيحدث في الشرق الأوسط أو حتى عدم اليقين بشأن الانتخابات الأمريكية في ظل وجود دونالد ترامب وما قد يحدث بعد نوفمبر إذا ما خسر الانتخابات مثلاً هل هذا سيدفع الكثيرين للاستمرار في التحوض في الذهب والحفاظ عليه عدم التخارج منه نعم هذا ممكن بطبيعة الحال ولكن الدفع الأساسي لشراء الذهب هو من الدول الجنوب العالمي وهذا بدأ عام 2022-2023 بعد بدء الحرب في أوكرانيا عندما رأينا كيف أنه تم تغيير القواعد فيما يتعلق بالاحتياط الدولي وتمت مصادرة احتياط العملات الأجنبية الروسية وهذا ما بدأ الموضوع هذا ما حفز عملية الشراء بشكل كبير من قبل البنوك المركزية خاصة في دول البريكس دول الجنوب العالمي مثل الصين مثلاً التي راحت تشتري الذهب بكميات هائلة وإذا ما لاحظنا أن هذا الأمر طبعاً توقف حتى أن المشترين بالتجزئة من الصين طب بغطأ الشراء لديهم تم تسعير هذه الضبابية أو هذا العدم اليقين وهو دائماً موجود في المشهد السياسي العالمي وتبيعي أن الوضع في الشرق الأوسط غير مطمئن أبداً ولكن ما رأيناه عام 2022 كانت عمليات شراء قوية جداً البعض يريد أن يشتري ولكن هذه الأسعار ليست أخبار جيدة بالنسبة لهم لذلك أعتقد أن علاوة المخاطر الجيوسياسية أصبحت مسعرة أصلاً أنا أشكرك على هذا التحليل وعلى توجودك معنا اليوم ليلى كريس واطلينغ رئيس التنفيذي وكبير استراتيجي الأسواق المؤسس للونج فيو إيكنوميكس شكراً جزيلاً لك